المكان ومنذ أيام قلت بأن الرئيس تصدق بشعبياته من أجل أن يصارح الناس هذا التعبير أنا أتذكره إن لم أخطئ قلت أن الرئيس السيسي تصدق بشعبياته تنازل عن شعبياته ضخ بشعبياته حتى كثير من المواطنين يعني علقوا على هذا التصريح بأنه الرئيس لم يبرح أنه لم تنزل لم تهبط لم ينخافض منسوب شعبياته يعني هذا كان بمثابة تأييد مطلق للرئيس من الكثيرين على صفحة البرنامج على الفيسبوك لكن في كل أحوال نحن نرصد بمصدقية أن الرئيس ما كانش فارق معاه أنه الناس تسقف فعلا يعني أنا أرى أنه أتابعت كثير من الرئيساء على مستوى العالم ورئيساء ماصر السابقين أنه الحصول على رضا الجماهير والحصول على تصفيق الجماهير والحصول على آهات الجماهير ربما كانت هي الشغل الشاغل الكثير لكن وبمنتهى الأمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما يختلف عن كل هؤلاء لم يبحث عن تصفيق الجماهير ولا آهات الجماهير ولا إعجاب الجماهير وإنما فقط كان بيتقل له في القرارات اللي هي بالمناسبة مش عجبة كثير من الناس لأنه بتؤثر على محياتهم المعاشية لكن الرئيس بيوضح أنه هذا القرار أو زاكا القرار هو حتمي ما فيش خيار آخر ما عنديش حل تاني علشان خاطر نقدر نتحرك بالبلد ونطفع بالقدام نصارح الناس الرئيس بيقول أختي وفي حق بلدي إذا خشيتوا من الإصلاحات على الشعبية